موسيقى بطلقة ربط الخاص هاي المخنق والباقي ورق المفيدة عن السبنك كمان في الحق نجبت حتى ربطتين والله بعشرين ايوة دعا والباقي كل ورق خص للعصافير الجاملة للعصافير الجاملة اسحب واحدة كل فيها على لا بنا بقى قرنب دلوقتي بايس عشان الناس شغلتها مش عينفع عايش دول الأرانب طب خلاص الله العظيم عمري ما شفت عمليات ترميم داخلية لقوضة بالمنظر اللي احنا بنعمله دا بس سبحان الله بنعمله سبحان الله سبحان الله يا اخوه اروح اشوف الخبيزة تمو سامسل تماظروا في سامسل ايه ده حفلة مواعين للمنطقة كلها انت بتخسلي مواعين للمنطقة كلها حفلة مواعين وهاختر البوتجاز وعمل لك أول المطبخ المعفن ده يا بول بتعيز المطبخ جديد يا حبيبي ربنا يبارك في عمرك وتعمل لي بس واحدة واحدة بطلبي من العفوية بقى العفوية هو اللي بيحقق الامالي ياس ياولية خلينا نخلص المسخرة اللي احنا فيها يعمل لنا واحدة دينا البون نطع زك بس اوسط بس ريكا لك طيب عشان انا كده جال انها لا اعصب في واحد بيدهن واحد بيلنبط راب اللي تنمع بعض في وقت واحد انت بيستعيب حاجة؟ مصلحة ايه يالله بيلينا مصلحة ايه ده ده نضغط بوز ايه ده الخيار فلنأكل الخيار ايه ايه اقولي يوليا مطال عايز ايه جلدل جلدل هاي عايز اعاف حاجة واحد في جاندال عارف جاندال ايه ده زي يبقى جلدل عايز اعاف حاجة واحد يقولي يحمبوش ايهنا بديد الحتة ليه يه مالتمايك خش خش صلودا رجعتلاقي جلدال تعيه ها حنبوشو اختي سلام عليكم ورحمة الله وبركاته زيكو حبيبي عميل إيه احنا طبعا النهاردة هنعمل مع بعض القلقاس بالخبزة القلقاس بالخبزة ده حاجة جميلة جدا وحاجة مفيدة طبعا ده عملته بس بعد ما خلصنا المطبخ كان هم على قلبي وطبعا انا هجبت القلقاس ههو ازا ما احنا شايفين مع بعض في شربة اللحمة وطبعا ممكن تعمليه بشربة لحمة ممكن تعمليه بشربة خضور بشربة فراخ بمية عادية بس يفضل طبعا شربة اللحمة احنا عارفين بتدي طعم جميل جدا للاكل وانا عن نفسي بحبه بشربة اللحمة عشان بتبقى مفيدة وبتدي طعم حلو للاكل طبعا زي ما احنا شايفين مع بعض نزلنا القلقاس في شربة اللحمة وبنقلبه ونسيبه مع بعض يستوي وبعد كده بنجيب التوم بندقه عادي جدا جدا ونبدأ نحمره ممكن تحمره زي الدرة ممكن تحمره زيبدة بلدي بتدي طعم جميل جدا للاكل ازا ما احنا عارفين وبتدي له ريحة كمان جميلة زيبدة صفرة اللي متاح عندك اللي موجود نحمر بيه طبعا احنا عارفين ان التوم ده حاجة مفيدة جدا وده مدد حيوي وفي نفس الوقت بيدي ريحة وطعم للاكل حلوين قوي ممكن بقى رشة كزبرة رشة كامون فلفلسود بوهرات لحمة عشان عاملين طبعا بشربة اللحمة فبننزل البوهرات والحاجة عليه ومنقلبه وطبعا ما ينفعش نسيبه يركن علشان ما يغمقش او لونه يسود مننا طبعا بنبقى مجاهزين الخبيزة بدل السلق انا في صراحة ربنا يعني ما سمعتش عنها انا متعودة بعمل القلقاز بالسلق بس طبعا لما طه قال عليه نزلت جبته من السوق فريش طبعا احنا عارفين ان الخبيزة ما ينفعش تتخزن وبنجيبه طازة على طول وبننضافه عادي جدا جدا زي السلق وبننضافها وبننخرطها عادي جدا برضو زيها زي السلق بالزبط وكده بعد ما فرمناها نزلناها على التوم علشان نديها التحميرة او نشوحها مع بعض علشان يبجانس مع بعضه وبيدي ريحة جميلة جدا انا وكنتش مجمعها متخيلة بصراحة يا جماعة ان الخبيزة هتدي الرحة الجميلة دي او او الشكل الجمالي ده هي نفس الطريقة السلق بالزبط بس الفرق ان ده سلق وده خبيزة هي بصراحة اجابتني ورحتها طلعة تحفة 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 ماولكوش يعني نفسي تجربوها معايا طبعا دوت بعد ما تقلب وطبعا حطونا له حب الكمون برضو علشان برضو الكمون بيحب دايما الزيادة في الاكل بيبقى ريحته حلوة وطعمه جميل بيزهر ريحته وطبعا ده بعد ما قلبناه هوت زي ما انتم شايفين مع بعض لونه بيغمق زيه زي السلق بالزبط كده تقلب كويس اهو وما تنسوش يا جماعة اني لازم يتفرم جامد عشان يبقى ناعم ويدي نفس اللون السلق لان طبعا ايه الحاجات دي بتحب تتفرم كويس زي ما احنا شايفين مع بعض الشكل هوت بتاعها بعد ما قلبناها كويس في التوم جميلة جدا ورحتها تحفة خدناها طبعا هننزلها على القلقاس هتنزل على القلقاس القلقاس طعمه رحته رحته تحفة ما شاء الله نزل عليها هوت الخبزة نزلناها ولازم نسيبه شوية في الشربة علشان خاطر ياخده يدي مع القلقاس شايفين شكله رحته بيتعاملة ازاي جميل جدا وطلع رحته جميلة طبعا التوم عامل عميله رحته تحفة مع القبزة هي اكلة غريبة شوية بس اكلة جميلة ومفيدة لينا والاطفالنا بتبقى طرية بتبقى حلوة وفيها نسبة حديد عالية وجميلة بجد نفسي تجربوها معايا وهنغطيها ونسيبها مع بعض عشر دقائق وان شاء الله لما تخلص هوريكم الشكل النهائي بتاعنا ودايما تابعوني مع مطبخ ماما لولو ومطبخ العشاء السلام